يا طالب العلم الصحيح وسالكا درب الهدى والله ربك هادي خذ في طريق العلم زادا كافيا طول الطريق وكن على استعدادي واحرص على زاد المحدث إنه ميزان علم دراسة الإسنادي فبه تميز ما يصح رواية ويصح للفتوى والاستشهادي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله تعالى في المجلس الثامن من مجالس التعليق على متن نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كنا قد توقفنا عند مسألة الوحدان وشرعنا بذكر شيء يسير في عدم تسمية الراوي اختصارا عند قول الحافظ رحمه الله تعالى أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات كما ذكرنا أن بعض الرواق قد يختصر في الرواية فلا يصرح باسم الراوي وإنما يقول أخبرني فلان أو حدثني شيخ أو قال لي بعضهم أو حدثني ابن فلان فهذا يسمى المبهمات وهو الراوي الذي لم يسمى أو الرجل الذي لم يسمى في الإسناد وطريقة الاستدلال على كشفه لها طرق يعني منها مثلا من ضمن هذه الطرق أنه يستدل على اسم المبهم بأن يرد من طريق أخرى يعني يرد في إسناد آخر وهذه القرينة يعني ليست متوافرة في كل حديث بعينه وإنما تقع في بعض الأحاديث ولا تقع أيضا في أحاديث كثيرة ولذلك يبقى جملة من الأسانيد فيها جملة من الرواه الذين أبهموا لا يعرف من هؤلاء الرواه والإبهام هذا يرد كثيرا لا سيما يعني في الغالب أن الإبهام سببه ضعف الراوي بمعنى أن ذلك الشيخ إذا حدث بحديث هو يعرف أن الذي حدثه به فيه شيء من الضعف أو شيء من الجرح فربما لو صرح باسمه لا عرف ذلك الراوي فرد ذلك الحديث فأحيانا يوري ذلك المحدث فلا يصرح باسم ذلك الراوي وهذا يرد كثيرا كقولي مثلا عبد الله بن وهب رحمه الله المصري الإمام الحافظ العالم كقولي مثلا أخبرني عمر بن الحارث وغيره وهذا يقع عنده كثيرا وغيره هذا عرف أنه من خلال تتبع الطرق والأساند وجد أنه عبد الله بن لهيعة الحضرمي طبعا هذا الذي لم يسمى ولم يعرف فيه الإسناد وقع مبهما هو في جملة مجهول العين كما سيأتي معنا بيان هذا الاصطلاح قال الحافظ رحمه الله تعالى طبعا يبقى الآن الحكم ما هو ما حكم رواية هذا المبهم أجاب عن هذا الحافظ رحمه الله تعالى في قوله طبعا قبل أن ننتقل إلى هذه المسألة المبهمات قد اعتنى بها المحدثون عناية كبيرة وصنفوا فيها جملة من المصنفات صنف فيها مثلا عبدالغني بن سعيد الأزدي له كتاب مطبوع الغوامض والمبهمات الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي إضاح الإشكال مثلا لمحمد بن طاهر المقدسي المعروب بن القيسراني وغيرها الكثير من الكتب المصنفة في هذا الباب قال الحافظ ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح يعني حديث هذا الراوي الذي أبهم لا يقبل مطلقا حتى تعرف عينه بمعنى أنه لو قال هذا الراوي مثلا أخبرني رجل أو حدثني شيخ لقيته مثلا بمكة أو أخبرني ابن لفلان ولم يسمي فهذا حديثه لا يقبل لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه وهذا الراوي الذي أبهم لا نعرف نحن عينه فكيف نعرف عدالته وقال ولو أبهم بلفظ التعديل يعني حتى لو قال ذلك الراوي أخبرني الثقة كما كان يستعمل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من والزهري أيضا كان يستعمل ذلك فلو قال أخبرني الثقة أو قال أخبرني الصدوق أو أخبرني العدل أو أخبرني من لا أتهم أو أخبرني الفقيه أو أخبرني المحدث أو نحن ذلك هذا كله تعديل على الإبهام يعني التعديل هذا الثقة أو الصدوق أو الفقيه أو من لا أتهم هذا تعديل لكن من هو يبقى أنه في دائرة الإبهام فالحافظ بن حجر هنا يقول ليش؟ يقول لا نقبله على الأصح يعني على أصح القولين فإنا لا نقبل قول هذا المعدل ما دام أنه لم يصرح باسم ذلك المبهم طبعا السبب في هذا أن الأئمة جربوا ذلك فقد كان يطلقها بعض الأئمة أخبرني الثقة ثم بعد التفتيش والنظر ويقوف على روايات ذلك الحديث يتبين أن ذلك الذي قيل عنه أنه ثقة أنه مطعون في عدالتي أحيانا يعني كما كان يفعله الشافعي أحيانا فيقول أخبرني الثقة ويكون هذا الثقة هو إبراهيم محمد بن يحيى الأسلمي وهو متروك عند الأئمة ومن الأئمة من كذبه أيضا لكن الشافعي رحمه الله قد خفي عليه حاله أعني حال محمد بن إبراهيم الأسلمي وهنا أنبه إلى أن الشافعي رحمه الله تعالى إذا قال أخبرني الثقة لا يلزم أنها في كل موضع أن يكون هو الأسلمي لأن الشافعي استعملها مع جملة من شيوخه أيضا وقد جمع بعض الباحثين أو الباحثات رسالة في ذلك وهي التعديل عند الإمام التعديل على الإبهام عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال بعد ذلك الحافظ رحمه الله قال فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين يعني الآن هذا المبهم إذا سمي فقيل أخبرني فلان ابن فلان وسماه أخبرني علي بن أحمد أخبرني عبد الله بن محمد وهكذا لكن لم نقف على أحد أنه روى عنه إلا راو واحد فقط يعني لم يروى عنه هذا الحديث إلا من طريق واحد وكذلك ليس له من الروى إطلاقا في هذا الحديث وغيره في هذا الحديث وغيره إلا راو واحد فهذا هو مجهول العين هذا هو مجهول العين وهو من لم يروي عنه إلا راو واحد من لم يروي عنه إلا راو واحد قال أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور يعني أيضا يشير الحافظ هنا لماذا إلى أن أيضا مجهول الحال وهو المستور من روى عنه اثنان فصاعدا يعني روى عنه اثنان ثلاثة أربعة وهكذا لكن لم نجد فيه توثيقا لأحد الأئمة المعتبرين فهذا يعد مجهول الحال هذا التقسيم لجهالة حال وجهالة عين اعتمد فيه المتأخرون على رواية جاءت عن الإمام الناقد الكبير محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله أوردها الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الكفاية حينما قال من روى عنه اثنان فصاعدا فقد عرفت حاله فهذا اللفظ للإمام هو في الحقيقة يعني محل نظر وتأمل إذ جملة من الأئمة المحققين حتى من المتأخرين كبالرجب وغيره لا يسلم بهذا الاستنباط من عبارة الإمام الذهلي رحمه الله ولذلك ابن رجب رحمه الله في كتابه شرح إلى الترمذي قد أفاض في ذكر هذه المسألة وذكر الأقوال وناقشها وخلصا إلى أن العبرة في ذلك ليست بالعدد وإنما بصفة الرواية والراوي هذا هو الذي اعتبره الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى وقد نقل عن جملة من النقاد المتقدمين شيئا يدل على هذا يعني مثلا يعقوب بن شيبة لما سأل الإمام يحيى ابن معين رحمه الله فقال متى يكون الرجل معروفا وإذا روى عنه كم فقال الإمام يحيى ابن معين رحمه الله إذا روى عن الرجل مثل محمد بن سيرين ومثل الشعبي فهذا لا يكون مجهولا قيل له فإذا روى عنه فالراوي يروي عنه مثلا سيماك وأبو إسحاق السبيع فقال لا هؤلاء يروون عن المجاهل يعني أنهم لا يتحرون في الرواية فيروون في كل ما يقع لهم سواء كان الرجل ثقة أو كان مطعونا فيه أو كان مجهولا أو مجروحا أو نحو ذلك وحتى وإن كانوا من الأئمة الكبار إذ كان ليس كل الأئمة رحمه الله يعتني بقضية تمحيص والتدقيق في الروا ولذلك القاعدة الأغلبية هذه أن فلان كل من روى عنه فلان فهو ثقة إنما قيلت في عدد محدود من الحفاظ وكذلك الأئمة النقات أيضا وجد في بعض ألفاظ علي بن مديني رحمه الله أنه ربما جهل الرجل حتى لو روى عنه أكثر من إثنين ثلاثة أو أربعة أو غيرين بل كان علي بن مديني وكذلك أبو حاتم الرازي ممن لا يفرق بين جهالة الحال وجهالة العين فيطلقون مجهول على الراوي سواء كان مجهول الحال أو مجهول العين إذن ظاهر هذه الروايات كما ذكر إبن راجب رحمه الله أنه لا عبرة بالعدد بل العبرة بصفة الرواية وصفة الراوي عن ذلك المجهول الذي قيل فيه أنه مجهول الحال أو مجهول العين ولذلك نجد أن الأئمة يعني مثلا الزهري قد تفرد برواية عن أبلاح وصليث فلم يروي عنه أحد إلا الزهري فلما قيل ذلك ليحب معي رحمه الله قال يكفيه قول الزهري حدثنا يعني أي أن الزهري رحمه الله وبجلالته من العلم وإمامته وكذا لا يمكن أن يكون ذلك الراوي في حدود مجهول العين يعني إذا قلنا أنه مجهول العين أي أنه كأن هذا الراوي لم يخلق أي لم يخلق الله رجلا اسمه فلان هذا المراد بجهالة العين بخلاف جهالة الحال والمراد بها جهالة حال ذلك الراوي من العدالة ونحوها بعد أن فرغ الحافظ رحمه الله تعالى من هذه المسألة انتقل إلى مسألة السبب أو السبب التاسع من أسباب الطعم في الراوي وهي ما يتعلق بالبدعة فذكر قال ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق فالأول يعني البدعة التي تكون مكفرة لا يقبل صاحبها الجمهور والثاني يقبل من لم يكن داعية على الأصح إلا أن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار وبه صرح الجوز جاني شيخ النسائي الحافظة بن حجر في هذه المسألة يقسم البدعة إلى قسمين فهناك بدعة مكفرة كمثلا بعض البدع التي فيها مثلا إنكار لشيء من القرآن أو رد للسنة مطلقا أو نحو ذلك فهذه بدعة مكفرة فالجمهور لا يقبلون رواية صاحب هذه البدعة لأنه خرج عن حد الإسلام القسم الثاني وهي البدعة المفسقة وهي البدعة التي لا تصل إلى درجة الكفر كمثلا بدعة الاعتزال أو مثلا بدعة الأشاعر أو نحو ذلك أو الغلو مثلا في التصوف نحو ذلك فهذه من البدعة التي لا تصل إلى درجة الكفر وإن كانت هي في نفسها بدعا فهذه البدع قال الحافظ رحمه الله أنه يقبل قول من لم يكن داعية على الأصح يعني إذا لم يكن داعية بمعنى أنه يناظر ويدعو ويؤلف لينتصر لتلك البدع فإذا كان فقط مجرد اعتقاد في نفسه أنه كان يعتقد ذلك الأمر ويعمل به في نفسه دون أن يدعو غيره إليه فهذا هو الذي تقبل روايته وقد صرح بذلك جماعة من أهل العلم منهم مثلا كما ذكر الجزياني شيخ النساء وكذلك أبو حاتم ابن حبار رحمه الله تعالى وإن كان هذه المسألة هي منظورة في الكتب أكثر منها في الواقع التطبيق عند الأئمة وسأشير إلى ذلك بإذن الله تعالى بعد فاصل يسير فكونوا معنا إن التقى هو خيرة الأزوادي بالعلم تحيا القلوب وتستنير البصائر قال تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى فالعلم نور وحياه والجهل ظلام وعمى وكثى بالعلم شرفا أن الله تعالى قرن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته على توحيده قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصط والعلم هو ميراث الأنبياء وطلبه من أفضل القربات قال سفيان الثوري ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية والعلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والعلم يورث خشية الله قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم الخشية وبه ينال العبد الخير في الدارين قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وطلب العلم يوصل إلى الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة إن التقى هو خيرة الأزوادي حياكم الله تعالى وكنا قد توقفنا قبل الفاصل فيما يتعلق بمسألة البدعة وذكرنا أن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قد قسمها إلى قسمين البدعة المكفرة والبدعة المفسقة وحديثنا هنا بالدرجة ولا عما يتعلق بالبدعة المفسقة وذكرنا أن الحافظ رحمه الله تعالى وهو القول الذي يعزى إلى جمهور العلماء وعليه طائفة كبيرة من الأئمة كالجوز جاني وأبي حاتم الحبان البستي صاحب الصحيح وغيرهما أن ذلك تقبل أو ترد رواية الداعية دون غير الداعية وأشرت إلى أن هذه المسألة هي في كتب الاصطلاح هي تنظر هكذا لكن إذا أتينا إلى الواقع العملي لأبواب الرواية فنجد أن الأئمة قد رووا حتى عن جملة من كبار الدعاء من المبتدعة ورأوا أن العبرة في ذلك بصدق الراوي فمتى علم أن ذلك الراوي صادقا في قوله متحريا في رواية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهنا يقبلون منه فيقول لنا روايته وعليه بدعته وغالب ما ذكر في كتب العلم مثلا من هجر المبتدع أو نحو ذلك فغالبه من باب التأذيب غالبه من باب التأذيب ولذلك لما قال علي بن مديني لما قال قلت ليحيى يحيى بن سعيد القطار رحمه الله تعالى إن عبد الرحمن يقول أترك كل من كان رأسا في بدعة يدعو إليها فقال يحيى بن سعيد القطار رحمه الله تعالى كيف تصنع بقتاده وابن أبي رواد وعمر بن ذر يعني المرهبي وذكر أقواما مع هؤلاء ثم قال يحيى إن ترك حديث هذا الضرب إن ترك حديث هذا الضرب ترك أناسا كثيرا ولذا العبد الرحمه رحمه الله قال لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا الرواية عن أكثرها البصرة لأن بدعة القدر قد تفشت في البصرة في ذلك الزمن وكذلك في الأزمة التي قبلهم وتلبس بها جماعة من كبار الأئمة لكن مصلحة حفظ السنة مع الاعتبار والشرط القوي في هذا الباب وهم يتعلق بصدق الراوي فمتى ما اعتبر هذا الأمر فإن روايته تقبل حتى لو كان داعية إلى بدعته وهذا هو الذي قرره الإمام الذهبي رحمه الله وكذلك العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلم في كتابه التنكين وأيضا واقع أئمة الرواية كلهم يعني يؤيد هذا الجانب فمثلا إذا نظرنا إلى الإمام مالك رحمه الله والإمام مالك يعد إذا ذكر مثلا مسألة البدعة والأقوال فيها فيعد أنه يرى عدم الأخذ عن أهل البدع مطلقا وكان يقول أربعة لا تأخذ منهم حديثا وذكر منهم صاحب البدع لكن نجد أنه مثلا في صحيحه قد روى عن بعض من رمي بشيء من البدع مثل داود بن حسين داود بن حسين رمي ببدعة القدر وببدعة الشراع الذين هم طائفة من الخوارج ومع ذلك خرج الإمام مالك رحمه الله حديثه الإمام البخاري رحمه الله خرج عن طائفة ممن تكل ما فيهم وقدح فيهم بل كانت بدعتهم بدعة قوية وشنيعة كبدعة الجهمية ونحو ذلك مثل علي بن الجعد البغدادي وعلي بن الجعد رغم أنه رحمه الله وغفر له وتجاوز عنه وعنه وقد تكلم حتى في بعض الصحابة كعبد الله بن عمر وغيره ومع ذلك كان يقول عنه يحي بن معين يوثقه ويرى أنه من أوثق أئمة بغداد بل يحي بن معين يرى أنه أوثق البغداديين في الإمام شعبة بن الحجاج بعد أن فرغ الحافظ رحمه الله وتعالى من مسألة البدعة انتقل إلى مسألة سوء الحفظ فقال رحمه الله وتعالى ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي أو طارئا فالمختلط يعني الآن هذا السبب العاشر من أسباب الطعن وهو آخر الأسباب التي ذكرها الحافظ رحمه الله وتعالى في الطعن على الرواة فقال طبعا هذا سوء الحفظ المراد به يعني من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطائه فيقول هذا على قسمين إما أن يكون ذلك السوء الذي يتعلق بحفظه لازما له من أول حياته يعني من ابتداء تحديثه أو تحمله للحديث إلى حين تأديته وهذا ملازم له فهذا له حكم والقسم الثاني وهو الطارئ الذي يطرى عليه بعدة أسباب يعني ما يعرف به الاختلاط إما بسبب كبر السن أو ذهاب البصر أو احتراق الكتب أو عدمها أو غير ذلك فهذا يعد طارئا يعد طارئا فهذا الأول يقول إذا كان ملازما للراوي في جميع حالاته فهذا هو الشاذ على رأيي يعني رأي بعض أهل الحديث وهذا قد مثل به ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته قال أو كان سوء الحفظ طارئا على الراوي كما ذكرنا طروق هذا سوء الحفظ هذا على الراوي يعني يكون في أول حياته مستقيم الحديث روايته صحيحة ومعتبرة وضابطا لما يرويه إن كان يروي من حفظه أو كذلك من كتابه لكن المقصود هنا سوء الحفظ ما يتعلق بالحفظ الذي هو حفظ الصدر فيطرع عليه مثلا إما كبر السن أو مثلا ذهاب البصر مثلا حتى أحيانا لمكانه يعتمد على كتابه فيصبح يحدث من حفظه فيقع له أوهام في هذا أو مثلا بسبب احتراق الكتب أو أن بعض الرواة كان قد دفن كتبه فوقع له شيء من الاختلاق لمن كان يعتمد على كتبه من حيث الرواية فهنا يقول إيش هذا هو المختلط والمختلط هذا لأهل العلم قوانين في التعامل معه الرواة عن ذلك المختلط يقسمه من العلماء إلى ثلاثة أقسام قسم الروا عنه قبل اختلاطه فهذا يحتج بحديثهم وهنا يشترط أن نعرف الزمن الذي وقع له اختلاط فيه حتى يضبط من روا عنه قبل ذلك ومن روا عنه بعد ذلك فنقول من ضبط أنه روا عنه قديما في حال استقامة حديثه فهذا حديثهم هو الذي يقبل والقسم الثاني من ضبط وعرف وحدد سماعهم منه وأنه كان بعد اختلاطه فحديث هؤلاء هو الذي يحتاج إلى متابع والنظر ودراسة مستقلة لهذا الحديث فربما يرد وربما يقبل إذا وجد له متابع باعتبارات ليس هذا محل ذكرها يبقى القسم الثالث وهو من لم تميز روايته هل كانت مثلا عن ذلك الراوي بعد اختلاطه أو قبل اختلاطه فهذا هو الذي يقع فيه اللبس كثيرا ينتبه إلى أن هذا النوع قد خدمه العلماء رحمه الله بمصنفات يعني مثلا كتب الجرح والتعديل عموما تنص على هذا تنص على أن الراوي فلان اختلط في سنة كذا أو تغير في سنة كذا أو نحو ذلك عموم كتب الجرح والتعديل سواء الكتب التي تذكر الضعفة وغيره مثلا ككتاب الجرح والتعديل عبد الرحمن بن أبي حاتم أو مثلا الكتب المقيدة بكتب معينة كالكمال وفروعه مثلا تهديب الكمال وتهديب التهديب والتقريب والخلاصة الخسرجي وغيرها أو حتى الكتب التي اعتنت بالثقات فكثقات ابن الحباب مثلا الثقات العديل هذه تنص على أن الراوي مثلا يقال سعيد بن أبي عروبة وهم إما الثقات لكن اختلط في سنة كذا في سنة الطاعون ونحو ذلك ثم جاء من المتأخرين من جمع هؤلاء الرواة المختلطين في مصنف واحد وهو ابن القيال الشافعي متوفر القرن العاشر فجمعهم في كتاب الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الثقات فحاول أن يأتي برتبهم على الحروف المعجم وقد فاته شيء كبير وستدرك عليه المحقق أيضا جملة من الرواة فهذا الكتاب هو أصل معتمد ومهم في هذا الباب مع ضرورة مراجعة الكتب الأصول التي اعتمد عليها ابتداء لذي هو ابن الكيال رحمه الله في تصنيف هذا الكتاب قال بعد ذلك الحافظ رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من هذه المسألة تعرض لمسألة كيف يتقوى الحديث أو حديث هذا الضرب من الرواة فقال ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع يشير الحافظ هنا إلى تقوية الحديث السيء الحفظ فقال بمعتبر المعتبر هذا أن يكون راوي فوقه يعني إذا كان هذا مثلا ضعيف لا يكون الراوي هذا هو الذي قال عنه المعتبر أن يكون متروكا أو أن يكون مثلا كذابا أو نحو ذلك لا إما أن يكون فوقه كان يكون مثلا صالح حديث أو صدوق أو ثقاء أو غير ذلك أو يكون مثله يعني أيضا في الضعف لا دونه يعني المهم هنا أن لا يكون دونه في رتبة الحفظ فقال كذلك أيضا أيضا المختلط الذي لم يتميز حديثه حديثه والمستور أيضا مثل ذلك والمرسل أيضا وكذلك المدلس فيكون إذا توبع هؤلاء بمعتبر يعني فوقه في الحفظ أو مثله أو يعني يكون في درجته فحديث هؤلاء يصير حديثا حسنا لا لذاته أي يكون حديثا حسنا لغيره يكون حديثا حسنا لغيره وهذا الحسن يكتسبه عن طريق يعني المجموع هذه الأسانيد التي بها انتقل من درجة الضعف وارتقى إلى الدرجة التي قبلها طبعا قد نبه الحافظ رحمه الله إلى أنه حتى مع ارتقائه إلى درجة القبول إلا أنه منحط على رتبة الحسن لذاته لأن الحسن لذاته اكتسب هذه المرتبة مرتبة القبول من نفس الإسناد وأما الحسن لغيره فقد اكتسب مرتبة القبول بمجيئه من طريق أخرى ولذلك إدراجه في درجة الاحتجاج والقبول أعني الحسن لغيره إدراجه في درجة القبول والاحتجاج وليست محل اتفاق بين العلماء بل ذكر جماعة من أهل العلم أنه لا يحتج به وهذا كان مذهب لأبي الحسن من القطان الفاسي صاحب كتاب بيان الوهم والإهام رحمه الله فكان لا يحتج به رواية هذا الضرب من الأحاديث ولا الحافظ من حجر رحمه الله في كتابه وقد استحسن هذا القول الذي ذكره من القطان الفاسي وكذلك قواه بعد أن فرغ الحافظ رحمه الله فيما يتعلق بالحديث عن المتن من حيث القبول والرد انتقل إلى مسألة الإسناد فقال رحمه الله ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما إما من قوله أو فعله أو تقريره تقدم معنا أن الإسناد هو الطريق الموصل إلى المتن وأن المتن غايت ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام فقال رحمه الله وهما إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما تصريحا أو حكما من قوله وفعله وتقريره وهذا هو المرفوع المرفوع ينقسم إلى أقسام منه المرفوع الصريح المرفوع الصريح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لفظه يعني إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فهذا يعد من المرفوع الصريح هذا المرفوع القولي المرفوع القولي الصريح المرفوع الفعلي الصحيح أن يقول الصحابي مثلا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع كذا أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا فهذا يعد من المرفوع الفعلي الصريح عندنا أيضا مثال المرفوع التقريري يعني مثال المرفوع من التقرير يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك القول ولم يتعقبه بشيء فمثال المرفوع من التقرير الصريح أن يقول الصحابي مثلا فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا ثم لا يذكر تعقيبا أو إنكارا من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الألف ومثال المرفوع من القول طبعا المراد القول الحكمي لا الصريح يعني نحن الآن نتهينا من الصريح ننتقل إلى الحكم أن يقول مثلا الصحابي رضي الله عنه مثلا قولا يعني لا مجال للإجتهاد فيه وذكر بعضهم قيدا أنه يعرف ذلك الصحابي بأنه لم لا يأخذ عن بني إسرائيل ولا يستند ذلك الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم مثلا في أمر آخر الزمان أو في الملاحم أو شيء من أهوال يوم القيامة وأحداثها فهذا يعده العلماء أو يعده العلماء من المرفوع القول الحكمي يعني حكمه حكم المرفوع حكمه حكم المرفوع نتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا طالب العلم الصحيح وسالكا درب الهدى والله ربك هادي خذ في طريق العلم زادا كافيا طول الطريق وكن على استعدادي وحرص على زاد المحدث إنه ميزان علم دراسة الإسنادي فبه تميز ما يصح رواية ويصح للفتوى والاستشهادي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر